من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم السلام جاء النهي عن صيام يوم الجمعة كما جاء في صحيحي من حديث أبي هرية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد وأيضا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تخص يوم الجمعة بصيام إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد وهذا ما وجه به النبي عليه الصلاة والسلام أما الحكمة من ذلك فقد ذكر أهل العلم أن يوم الجمعة هو يوم ينشغل فيه المسلم في الاستعداد لصلاة الجمعة وأيضا للتبكير لصلاة الجمعة وأيضا لكثرة الذكر والعبادة ولذلك يحتاج المسلم أن يكون نشيطا في هذه العبادة ولذلك جاء النهي عن صوم هذا اليوم ولذلك ربما يقول قائل إذا كان هذا هو المقصود والحكم من ذلك فلماذا يصوم يوما قبله ويصوم يوم الجمعة ذكر أهل العلم في هذه المسألة بأن المسلم إذا صام يوم الجمعة فإنه ربما يضعف في عبادته ولذلك يجبره صيام يوم قبله أو يوم بعد هذا اليوم ولذلك لا شك أن هذا النهي أن يفرد المسلم يوم الجمعة بالصيام فهذا هو النهي ولكن لو أن له يوما يصوم مثل هذا اليوم خاصة يوم الجمعة إما أن يصوم يوم ويفطر يوم أو وافق أيام البيض وأيام البيض يكون قد صام يوما قبله أو يوما بعده ولكنه لو أنه كان عليه يوم مثلا قبل رمضان ووافق يوم الجمعة فإنه يصومه ولو أفرده وكذلك لو أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم الجمعة فلا حرج في ذلك أو كان عليه قضاء وأراد أن يعجل به ولم يقصد بذلك اليوم وهو يوم الجمعة فلا حرج في ذلك المقصود أنه لا يخص يوم الجمعة بالصيام أثابكم الله هذا السائل آخر يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحرية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء نعم جاءت الآيات يحلون فيها من أساور من ذهب وجاء أيضا في آية أخرى ولؤلؤة فالمؤمن يوم القيامة يحل بالذهب وباللؤلؤ وأيضا بالفضة كما جاءت بذلك الآيات التي تبين ذلك ولذلك الحلية تكون للمؤمن يوم القيامة على قدر وضوءه على قدر ما يتوضى وأماكن الوضوء فإنه يحل بأساور من ذهب ولؤلؤة وحل أساور من فضة كل ذلك يحل به المؤمن يوم القيامة فلا شك أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وأيضا فيه دلالة على أهمية الوضوء وإسباغ الوضوء فلذلك إذا أسبغ المؤمن وضوءه فإنه يحصل على هذا الفضل العظيم يوم القيامة سائلة تقول يا شيخ كنت معلقة أكثر من عام وقبل أسبوع حصل الطلاق هل علي عدة وما هي ضوابط عدة المطلقة؟ هل هي كعدة المتوفى عنها زوجها؟ لا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ كما جاء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فهناك فرق بين عدة المطلقة وبين عدة المتوفى عنها زوجها فالمطلقة إذا كانت قد طلقت الطلقة الأولى أو الثانية فإن عدتها تكون بثلاثة حيض أما التي لا يحضر فإنها العدة هي ثلاثة أشهر تربص بنفسها ثلاثة أشهر أما التي تحيض فثلاثة حيض هذا بالنسبة للمطلقة فيراجعها زوجها أثناء هذه العدة وأيضا من أحكام المطلقة أنها تبقى في بيت زوجها الله سبحانه وتعالى يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا لفاحشة مبينة فالمرأة المطلقة وهي في عدتها الطلقة الأولى والطلقة الثانية تبقى في بيت زوجها وأيضا المرأة المطلقة تتزين في بيت زوجها وهي مطلقة وأيضا تبيت مع زوجها في فراش واحد فله أن يراجعها في هذه المدة ولا تخرج من بيتها بل تبقى وتتزين وتعيش حياتها الطبيعية إذا احتاجت إلى الخروج أو غيره فلا تشابه عدة المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها هذه تعتد أربعة أشهر وعشر وأيضا عليها في هذه الحالة أن لا تخرج من بيتها وأيضا تمتنع من الطيب ومن الزينة فهناك فرق بين عدة المطلقة وبين عدة المتوفى عنها زوجها نعم والمعلقة ما لدخل إذا كانت ولو كانت معلقة المعلقة تبقى ولكن العدة تبدأ من بعد الطلاق مباشرة إذا طلقها زوجها فالتعليق هذا يعتمد عن الأسباب وفي الغالب مثل هذه الأمور ترفع إلى المحاكم مثل هذه القضايا إذا علقت المرأة فإنها ترفع إلى المحكمة وإلى القاضي عن ما حصل لها إما أن يكون التعليق بسبب الزوج أو يكون بسبب الزوجة نعم أحسن الله عليكم أي شيخ هذا السائل يقول والدتي كبيرة في السن وتعاني من الزهايمر لا تعرف أبنائها ولا تفرق بين الليل والنهار لها راتب تقاعدي وكنت أتصرف بإخراج زكاتي وأتصدق عنها وأقضي بعض احتياجاتي ولم أخذ منه شيء لمصلحتي سؤالي هل علي إثم في هذا التصرف في مالها؟ بالنسبة للخرف والزهايمر يحصل لكثير خاصة من كبار السن فإذا وصل إلى هذه المرحلة ومرحلة أنه لا يعرف من حوله ولا يعرف أولاده ولا يعرف أوقات الصلاة فإنه في هذه الحالة يحجر عليه والحجر في هذه الحالة يكون من القاضي يولي أحد أولاده من يقوم برعايته والصرف عليه ولذلك نقول أن المال لهذا الشخص الذي أصيب بالزهايمر أو الخرف فإنه لا يجوز التصرف فيه إلا ما يكون فيه مصلحة لصاحب المال ولذلك لا يجوز له أن يتصدق من ماله ولا يجوز أن يقرض من ماله ولا يجوز أن يصرف مالا زيادة عن ما يحتاج إليه ولكن إذا كان هذا المصاب بهذا المرض الزهايمر كان يصرف على أسرته ويصرف على عائلته فإنه في هذه الحالة على الولي أن يقوم بالصرف بمثل ما كان يصرف في صحته وفي عافيته وفي عقله فيصرف أولا على المريض وعلى حاجته المصاب بالزهايمر ويصرف على أولاده الذين كان يصرف عليهم قبل أن يصاب بهذا المرض أما ما يتعلق بالصدقة فلا يتصدق عنه ولذلك لو تصدق عنه فإنه يضمن هذا المال فيجب إرجاعه وأيضا ما يتعلق ببعض المصروفات الزائدة التي ربما يصرفها للبيت وليس لها حاجة فأيضا هذه يضمنها لو أنه صرف أكثر من حاجة المريض أو صرف أكثر من حاجة من ولي عليهم من الأولاد فإنه في هذه الحالة الولي يضمن هذا المال ويرجعه إلى مال هذا الرجل المصاب بهذا المرض أحسن الله